بمعلوماتي شديدة البساطة في المسألة السيبرانية دي هو مش من الوارد أو من الممكن ده أنا أقدر أغطي على ده لما باستخدم VPN أيا كان VPN ده حجم تطوره إيه يعني في حاجات بسيطة بتاعة الناس اللي زي حالتنا عاوز أفتح بلاتفورم أفلام في أمريكا فروح منازل VPN عشان بس أعرف أخش عليه لكن أظن في حاجات أكثر تطوراً بقى متعلقة بفكرة الهجوم السيبراني طيب حجوبك إجابتين في الموضوع ده للمستوى الشخصي لما تيجي تتدور على كلمة VPN أو شبكة افتراضية حزاري من دخولك على البلاي ستور والأبستور أو المتجر الإلكتروني عشان تجيب الـ VPN بيبقى برامج مجانية وبتبقى فخ من ضمن الفخافة اللي أنت قلتها في المقدمة فممكن تحميك لمدة ساعات وبعد كد تفتح أبواب خلفية في نظامك في موبايلك تيدخل على تليفونك خلاص بقى أنت نسبة الخطورة في الأول كانت وليكن 5% إحنا لما حللنا البرامج بما أنك قلت الـ VPN بتتعدى 80% بص من 25% بتبقى على المشاعر تاني أي مستخدم بيستخدم VPN برامج للشبكات الافتراضية على أمل أنه يكون متخفي أو في شبكة منفصلة لا خلي بقى من الجزئة دي فإحنا من نروح لبرامج مثلا بلاش أقول اسم عشبكة دعاية بتبقى مدفوعة بيد مدفوعة بتبقى الخطورة أقل أقل لكن مش معدومة مش معدومة